الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل أعراض الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل يبقى أسبوعان على موعد الولادة وعادة ما تكون الأم مشغولة بغسل ملابس الطفل الجديد وبتحضير غرفته ومن الملاحظات الهامة خلال هذه الفترة ما يأتي يستمر عنق الرحم في التوسع ويزداد خروج الإفرازات وقد يصحبه نزيف أو نزول سائل وردي تزداد شدة الإنقباضات وقد تمنعك من النوم تشعر الأم بإنقباضات أكثر إيلاما في الرحم ويمكن أن تكون قوية إلى درجة تسبب عدم النوم يزداد الضغط على المثانة بسبب ضغط الطفل على منطقة الحوض تظهر بعض الإعراض مثل التعب وعدم القدرة على التركيز ونقص في الطاقة تطور الجنين في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل يكون تطور الجنين في هذه الفترة كما يأتي يصبح وزن الجنين الآن ثلاثة كيلو برامات تغطي طبقة من الدهون جلد الطفل حيث تحافظ عليه في الرحم يبد البراز الحقيقي بلتكون في أمعاء الجنين تنمو أظافر الجنين وقد يخدش نفسه حتى في داخل الرحم يطر تحسن في رئتي الجنين كما يتطور وظائف الدماغ والجهاز العصبي لديه تشعر الأم بقفزات صغيرة في البطن وذلك بسبب الحازوقة التي يصاب بها الجنين نتيجة التنفس من تلقاء نفسه وابتلاع السائل الألامينوسي فحوصات هامة في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل يتم إجراء فحص الموجات فوق الصوتية للتقييم الأخير وفحص وزن الطفل قبل الولادة على الرغم من أن الطفل لا يزال في البطن إلا أنه يسمع ويرى ويشعر لذلك يجب الحرص على التحدث والتفاعل معه وتحضيره للعالم الخارجي يجب تحضير جميع حاجات المولود الجديد عند الولادة بدءا من مقعد السيارة والذي بدونه لن يسمح لكم بمغادرة المستشفى وانتهاء بالحفاظات والمراهم وما شابه ذلك يعد الطفل جاهز للخروج ويمكن أن يولد في وقت مبكر أكثر مما هو متوقع لذلك من ألمهم أن تكونوا مستعدين لذلك تماما